ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شابتان في العشرينيات من عمرهما والسنادا إلى المصادر ذاتها فإن النيابة العامة بابتدائية راشدية أمرت يوم الاثنين بوضع الشاب الثلاثين تحت تدابر الحراسة النظرية وذلك بعد تفريغ أشريطة فيديو متحصلة من كاميرات متبتة على محطة للوقود بالقرب من مكان الحادث أظهرت أن المشتبهي به كان في تصابق مع الضحيتين وكانت شابتان في العشرينيات من عمرهما قد لقي مصرعهما على الفور الأحد 21 غشتين الجاري إثر تعرضهما لحادثات سير خطيرة نجمت عن استضام سيارة خفيفة من نوع ميرسيدس 120 بشجرات معمود كهرباء بمحادة إحدى محطات الوقود بطريق سد الحسن الداخل الباراج ضوح مدينة راشدية